نرى ما هو الطفن الأقصى والعدوان على غزة ضرورة التحيوز زواج القاسعة لا تريد زواج القاسعة نرى ما سيقول على زواج القاسعة السلم غراوي كانت يقول يجب أن نجيز زواج بنت قبل سن البلوغ سيندر الآية أو إلا إحدى يمكن أن يكون هناك شيء إيجابي يمكن أن يكون هناك شيء إيجابي كيف يبدو أنهم غلط لأنهم غلطين هم لا يفهمون أيضا نحن لا يفهمون لماذا يفهمون القاسعة شرح لي القاسعة أعتقد أنه جيد كيف يمكن أن نعنب البيضوفيلي؟ الأمر الزواج قبل البلوغ بالنسبة لل هذه هي من الصردية للشبوات الكنيسة لا 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 يمكن أن نذكره ونجاوب عليه لا أعطيك الملكين قالوا زواج البنت قبل البلوغ هل يعني هذا الدخول؟ وهذا القاسعة لقد قبل البلوغ قبل البلوغ عند 11 عام عملت تبلي عمرت على 12 عام عن تهلمت يا لا تتعلم معها قبل البلوغ عملت تبلي عمرت 12 عام لنحن مثل من زوينين لا يمكن أن يقوم بذلك على لحظة ما العام فاكين هيل دود ما معرف صلاح لا ليس معناه الدخول ولا تسلم البنت إلى زوجها أصلا أصلا تسلم البنت إلى زوجها تسلم البنت إلى زوجها لتساطة عندها صغيرة كي يقول هذه اللغة جوجي وأنا أعطوها لك تقدر تقول لها من بعد لا لا فبالتالي شنو كان قوله هذا الزوج قبل البلوغ هو كل إيجابي الزوج قبل البلوغ كل إيجابي في تواول لكن نصص النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في ستسنين قوائد ولكن لم تكن عندها تلت ستسنين تولت مرأة لذلك قالت عائشة أين رمنات تسنين أولت مرأة سمعتني نغال أم لا سمعتني تسع سنين أم مرأة لم تكن دخلت عائلت تسع سنين هذا هو ما يريد أريد أن أدراري أنا لا سأدخل معها في النقاشات أنا لا سأدخل في النقاشات أنا سأعطوك أنا أعطوك ترى هذا بنت تسع سنين كي دايرة أم تحكم شوفوش تقدر تديرها أو لا تقدرش تديرها شوفوش تسيد هذا عنده الفكر أنه تدعي الناس يتجوجوا على ستسنين أنا صراحة نشك في ذاك الحديث ديال ستسنين أنا إذا كنت تآمن بالإسلام حتى إذا قالواك صحيح هتقول لهم ما شي صحيح حتى هكذا يديروا بزر ديال لهذا إذا كنت حاجة اللي ضد الأخلاق وكنت تآمن أن الرسول هو أقصى حاجة في الأخلاق فهي تقول أن الرسول ما درعش ولقال لك شي واحد كين نفسي حديث في شي هذا أو تقول له ما كيناش ما طيقش أنا قاع بذلك طريقة للأحاديث إذا كنت إذا كنت إنسان مزيان فيلمتي حتى ما كينش تجمع بين الأخلاق وبين أنك تجمع عند تسع سنين وكانت شيئا شائعة في ذلك وقيت وهذا ما سمع وما سمع سمع في توا ولكن النصص النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في ستسنين ولكن لم يكن عنده تلتسع سنين تولت مرأة نعم لن تسعاد مرأة حسنا أريد أخير أعطي تفرجوا أعطيق وراء وراء الفكر الذي يدعي هذا السيد كيف هي ولات مرأة وكيف يجب أن تجد أخبر حسنا أعطيق هذا مرأة مرأة نور مرأة مرأة محاصل كيف عمرك الآن عشر 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 سنين هذا مرأة بالنسبة ل هذا السيد هدية ولات مرأة بالنسبة لك عمرك عشر سنوات نعم بتروح على المدرسة لا لا أنت بأي صف أنا ثالث مين طلعك من المدرسة؟ خطيبي أحمد أنت مخطوبة؟ قديش عمره أحمد؟ ما بعرف قديك؟ لا أحمد كبير أو صغير؟ طويل مساء خير أحمد خليل نصر نور مين بتكون محاصل؟ خطيبتي قديش عمرك أحمد؟ أنا 25 سنة عمرك 25 سنة ومحاصن عمره عشر سنين قديش كان عمر لما تعرفت عليها؟ هي شو عيني يا صاحبك كديري؟ تعرفت عليها؟ يعني هلا نعرف يا صاحب حزي هلا تكتبت عيتي بالـ 11 كيف تعرفت عليها؟ يعني في قربة بينات في قربة بيناتك؟ ايه أحمد عم تفهم عليّ عربي منيح أو عربيتك؟ عم تفهم يا مال الزيادة تقيل يعني تقيل بحكي العربي كتير يعني ليش؟ كردي؟ ماني أنا بالأصل كردي أنا كيف أدك؟ كردي كيف تصير تتواصل معها إذا عربيتك مش كتير منيح؟ ضارف شوها مراكي وشوهادة الزواج أيمتن؟ الزواج بس لا تكبر شوي يعني أيمتن؟ صار عايزة بالله غلو بالفلم زي نعم شي سنة بس تصير هيك شوي كبيرة وضهجة شو بيختلف من هلا عمري عشر سنين لبعد سنة؟ شو ممكن يختلف؟ بيختلف بكتير في حديث بدي أحكيك بهيدا الموضوع تحديدا نحكي قدام محاسن أو مطلب من محاسن تنسحب مطلب ما بدك شونا فتح؟ واحد قال لك فيك ما عارف شكو عندهم هادو شي حاجة اللي عادية لا يا راق دين مو كامل كي تزوجوا هادو الأكراد و هادو الأكراد و هادو سير غير تك النهار درنا إيميلشين يا صاحبي ما عقل شي فاش درنا إيميلشين والبنات يا صاحبي كي تزوجوا على 12-13 العام شطة فاكابا صاحبي تك أحمد بطفلة عمرة عشر سنوات أنا بيكفيني بيكفيني ما عروف هادو البرنامج هادو ربيعا إيدي وما بدي فلتها من إيدي شو يعني تربيعا إيدك؟ إنو بيكفي إنو أنا تدير عليها وبدير بالي عليها وحبه وحبتني ومتفقين مع بعض يعني عاكلش طفلة عمرة عشر سنوات قاصر جسديا شو لفتك فيها؟ ما تقوليش شوف كجيو تقولي علش الدول الغربية كيديرو كده وكده وكده فاش نكونوا كندفعوا لشي لعبة أخلاقية ما تجيش تقولي يا الدول الغربية كده وهادي وهادي كين دول الغربية اللي عندهم القواد الكحلا ما تجيش تقولي يا إلا كنتي فرايمو حيث أكثر وحدين اللي كي يستدلوا بالدول الغربية هم دوك الإسلاميين ولد حيث أنا فاش كتجي فرنسا وتدير شي بلان كنقول فرنسا ولدهم واحد القانون لا علاقة أنا مقدر ننتقد أوروبا ولكن هاد ولد حتي يشوفو الألمان فرنسا فور اكزامل تدير شي قانون ولا شي لعبة كي يقولوا هايا فرنسا كتدير هذه هايا فرنسا كتدير هذه دونك صافح تحنا خصنا ندير بحل هذه لا والتاني حاجة في ميريكان فور اكزامل خمستاش العام درت السكس معاشي واحد خصو يكون في نفس اللاج دياله مقدر يدروش على الجواج الجواج حاجة مقودة على السكس ولكن الجواج رأيك كتر السكس كل نهار وفيها أنها تتوليتها تربي وتحمله خاصة تدير في ميريكان انت عندك واحد وعشرين عام اطلق مع واحدة عندها ستاش العام سير شوفين غديت القاراسكة القاراسك في الحبس في أغلب الولايات لا تقول لك لا مشكلة للمرد جوجه على خمستاش العام تصحب على خمستاش التيرادي ولكن انت بزاق أغلب الولايات ستكون عندك غير تسعتاش العام وش حال من المرة كينين في برايس اللي القوادة تسعتاش مع سبعتاش وتستنضلهم المشاكل هادو اللوك يديروا قوانين ديال الفرقد العمار ويديروا لهم بحلاكة في فرنسا تقول لك الأب والموافقات الأب والأم فرنسا أجل فرنسا أول ركنت في السبعينات سارتغ مع ديال سيمون دوبووغ سينيا وواحد الورقة باش البيدوفيلية تكون ليجال في فرنسا مجيش تقول لي يا فرنسا مجيش تبقى استطاع هذا يعودوا لك فرنسا سارتر هادك اللي بنادم دابت يجي فرعنك ودك سيمون دوبووغ مسينيين وي كان فاين ديال قاعدة با نقلبوا عليهم ديرين بيتسيون هيو أغلبية ديال هاد فرنسا ما بقاش جيلي فرنسا أنا ماشي عبد ديال فرنسا العكس فرنسا غيما كان غيما كان نتقط الأفكار ديالهم ديرنا فاكين السابقة ديالängسنا ضعلك دك الشي اللي جابونا جابونا شهابنال حاجة مزيانة جابونال بالزاف ديال الحواج في الوقت ديال ديالاتورة الفرنسية الانوار لما سنصبه به و دك الشي اللي خيب غنحيدى كما الاسلام جاب بزاف الاسلام جاب بزاف الحواج مزياني للبنوك مزياني تتخلوم ممن يثل معك هذا's life لا ي типа تقول لي يا فرنسا ولا ما فرنسا كون ديالالنة prosecutorsal français تفوني للمتابع الفيديو تفوني للمتابع الفيديو للمتابع الفيديو هذا هو الفيديو تفوني للمتابع 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 الفيديو باشي تتلقوا ثلاثة ديالة كانوا تيغتصبوا تيابيزوا براش عندهم 15 لعام so this is the history التاريخ لي ما قرروا كمش دير فرنسا وما قرروا ناش ناوي نرجع برجع بيسأل سؤال شلي بيلفت رجل راشد بجسد طفلة لم يكتمل نموه بعد جسد طفلة ما في أي معلم أنسة عن هذه الطفلة عن كل الأطفال بهالعمر شو اللي جذبك عند هيدا الطفلة عرفت شو قصدي أنا؟ يا أما ما فهمت علي السؤال يا أما ما فهمت السؤال ومعها بتجاوي وضح لي إسأل أكتر بتقلي شو جسد وهيدا وضح لي الحكي لعبد أنا شو بدي رد عليك أحمد سؤال لما تقطع امرأة جميلة حدا اي بشو بتطلع عدتا بشو بتطلع بجمال لما تقطع طفلة عمره عشر سنوات اي شو لفتك بجسد طفلة جسده ما اكتمل نموه بعد ما اكتمل لدرجة أنه تشوفها مرأة ما أنا برجع بقلك أنا أنا حبيتها لها البنت بس فهمت السؤال اي انت شفت فيها امرأة ما أنا برجع بقلك أنا أنا حبيتها حبيتها يعني أنا مرباة بعرف يعني عم تفهم علي كل شي بحكي معه بتحكي معه مثلا مثلا يعني سبحان الله بعد بحيانا لما باعد معه وبحكي معه كلاما كبير يعني وعي فهماني لا برأيك برأيك زواج مع محاسن هو زواج متكافئ وزواج ناجح انت برأيك مية بالمية بالله شفتو شفتو البنت كده يرا شفتو شنون بلان لسيزدك كده صعب اللي كيهضروا إليه اوهي نرجعو لهذا السطح هذا شرح لي يا أخويا كيفاش هادشي زوين عفاك وريني علش هادشي أحسن حاجة ممكن لتوقع للبنت شفتوه ولكن النصوص اللي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة في ست سنين ولكن مجدت عنده تلتسع سنين تولت مرأة لذلك قالت عائشة إذا بلغت البنت التسع صارت مرأة هل واش كين نصوص توفيد كما سألت الفكرة اوكي كما سمح أبقيت نعطيق نعينه كما انت ذكرت أنها يجب رد لكن كنت تقول مثلا باللي حتى وصلت لتسع سنين ولكن كين نصوص يوفيد أنها كانت بالغة لكي تدخل بها النبي في تسع سنين المعيار ليس هو البولور المعيار هو الطاقة للجماعة فرق كبير كين نساء يدعون 15-16 العام ومزمجهم الحيد ولكن الطاقة كبيرة المرأة هو الحيد هو الحيد يعني ان في المسي لجتها على 12 العام ستنا اسمعها مع 12 العام وكين جزء إسلامي أن البنت تدخل وكين النساء لم يحيدون حياة كلها في خبارك لديك اسمه بالضعية موازي وكين عمري هذا لم يوجد حياة سكس الموقف لديك ٥ وكين عام لم يوجد سارِ الأمر تدول يا صاحبه يا حظن يكون النساء لما يحيطوا في حياتهم فهذا ما هي نوعات من عملية زواج؟ لا أعرف أن هذا الأدو أتمنى لكن لنستخدم الفكرة الزواج بالنسبة للبنت اللي ما زال ما وصلت لسن الزواج هذا كله إيجابية لماذا؟ لأنه يتعطى لأحد المهر يتعطى لأحد الحقوق وكتقدر تتعطى لأحد الحقوق كان هناك وجع كان هناك خوف كان هناك كل شيء ماذا تفسرني؟ لأنه خلص صرنا متزوجين كل اثنان يحبون بعض تصبح هذه الشغلة بينهم فتع هذه الأوضة طفلة طلعت منا امرأة لم أكن أعرف شيء ماذا تعرفك أنت عن الزواج؟ ولا شيء لم أكن أعرف شيء أين رحتوا بعدين؟ نزلني عن جماعة هن بيعرفوا بعضهم بيتخبوا عندهم اللي بيشلفوا فأجت أمي تانية وما كانت راضي عن هذا الشيء بدأت نزلني فبيقولوا لها بنتكم تزوجي لم تكن نزلية أمي لم تصدق واجت كشفت وشافت ما يعني كشفت؟ يعني شافت الدم تظل النزيف لتاني نهار؟ أم؟ 24 ساعة نزيف؟ أم؟ كنت تعرفت ما يعني الدم؟ لماذا كان هناك دم؟ لا أم؟ وبدأت حياتك الزوجية؟ أم؟ 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 أين كانت أنت؟ مع أهله نهارك بالبيت كيف يبدأ؟ مش شغل ونعم بس ممنوع شوف بنات ممنوع شوف بنات ممنوع عند حدا ممنوع محل إذا بدوا ياخدني لك الزني ممنوع بشغل ونعم بس بتحب ترجع عن أصحابك؟ أم؟ بتحب ترجع عن المدرسة؟ أم؟ كتير حلو المدرسة قلتيلوا هيك لجوزك؟ أم؟ ما كان يقبل وعندهم إذا المرة بتروع المدرسة بتصير ما وبعرف كيف إنو عندهم هذي الشغلة ما إنو ما أنا منيحة وأنت بالنسبة إليك المدرسة شو؟ كل شي هي بتعطي القوة للبنات وبتدرسها وبتعلمها تأخذ من هذه الحقوق المالية والمعنوية والمكاناتية وربما في الإرث دون تكلفة دون تكلفة دون تكلفة دون تكلفة، موقع الأول واو ثم إذا هي أعطت الأوكي أعطت الإغراج ماذا يضحك؟ ماذا يبتسم؟ ما كان هذا يطلع على السر يطلع على السر تطلع الأوكي عند 13 أو 12 عام تطلع الأوكي تطلع الأوكي لبها تقول لي بابا لم تتدمج تأخذ دون تطلع الأوكي تطلع الأوكي هذا تطلع الأوكي تطلع الأوكي تطلع القالب تطلع الإسلام رائع قُلت رأي تطلع الأول ما تقوم بها سنة البولو سأكون لديها الرشد الكافي لكي تأخذ القرار الصائب في هذا المجتمع عادية نستطيع أن نقول لك سنة عندها 25 سنة لا يوجد القرار الصعيب هذا من يدي إلى يدي نقول لنا في 25 سنة أصلاً لا يوجد القرار الصعيب وما أنه لا نجوجه على 25 سنة عام؟ ما هو البراندير؟ دفع لتجوجه على 12 سلام ولكن في 25 سنة لا يوجد القرار الصعيب قبل كانت بنت عندها 9 سنين أرشد من بنتها في 25 سنة اليوم الفرق هو أن اليوم كانت تشتيت دهني في التعليم ولكن لم أتحدث الفكرة الآن ما هو البراندير؟ مين كانت تشتيت الدرار؟ مين كانت تشتيت؟ في التعليم التعليم خطير لماذا تعليم خطير لله؟ ماذا تدرس؟ كل شيء تعطي قوة لبنات ويتدرسها ويتعلمها ويعطيها شخصيتها وكل شيء تشتيت الساطاء مين كانت تشتيت؟ لم أكن لدينا دلاج لتعود درجة لك وكانت تسكرة لا تريد أن تشتيت المدرسة جميلة لا تتعليم التعليم تستطيع تشتيت البنات أنا أحب أن أدرستي هل أنت تكوني مزوجة اليوم أو تكوني بالمدرسة؟ بالمدرسة لماذا تزوجتي؟ لأنني لا أعرف ماذا تزوجتي أو تزوجتي كنت تفضل تكوني بالمدرسة أو تدرسي مع أصحابي كيف يضرب التعليم التعليم خائب لا تستطيع التعليم خائب هذا هو أول قالب هذا هو أول قالب لكي تكون لديك بنت بحالة هذه التي لديها 12 عام حاكمها تتامحها كاملة مع المدرسة تخرج على الطاعة نعم لأنني حرامت منهم كنت بأي صاف؟ تماما واليوم؟ الآن يجب أن تكوني برفيب لكن الآن لا أستطيع أن أحمل نعم نعم لو أنك التفضل على البيضيفي سيتم تحل العين وكتبت على عينك وردت لها كيف يتعلق سيتم تحلق ويوم من أصبح تدفع على البيضيفي لن psi لأنني لا تتحطي وتحطي هل يمكنك把 الأن من الأعقل مجرد لأنني تضرب ويعطي عن طريق لتجرب لأن النبي بنا زادوا عايشين اي سوير ما عنديش معا انا بنا انا يتعدب ما كراش النار تعدب كما تتعدبوا هاد البنات كما تيعيشوا هاد القواه هاد ما اعطي النار وفق ما خرايتين ان دا بستين عام كتخرا كتغوت فى الطوالة يا رب يا دعو معا يا الدراري يا رب يا رب فى النار هاد فق ما خرا يبدي توجع حيتو كامله فق ما خرا ها كي بدي يبكي ويبقى يقول احشا داك استريمر ودعا فيها يا رب شاكين من واحد هنا يا رب يجمع الدعاء والله اعتقد تقبل الدرار انا عارف واحد فينا هنا يا من اولي الله الصالحين دعوتو مستجعب هاداك الواحد فينا اللي ديما كيتوده وكيصليه يزدك معنا فى النار هذا يا رب جيتوني ويبدي يخرا كل نهار بالدمايت بدي يتضر ويبدي يبقى يبكي كل مرة تيتي لي خراتي بكي واى واحد معاى شى ديال دية اللغة تيصب دية البنت الصغار ودية الدراري الصغار عمري 13 أنت راضية؟ لا لو كتتتتتتتفهم سي ماذا تتتتتفهم ماذا تتتتتتتتتتتتتتش ماذا تتتتتتتتتوا ماذا كيف فرحان؟ ماذا السعادة؟ لذلك الذي يبزع مراتي يضر حسنًا، لكن أخبرك هذا ما تقول في أخرى سأكمل كمّلت تسلي الفكرة ونرد فالتاليم الذي كان في الفقه كان أحد المسألة في العقود اسمه أهلية الوجوب أهلية الأداء أهلية الوجوب كتبها من الولادة مثلاً تولد واحد الإبن وانت عمو أعجبك بثاف وعطيته ضعر هذا العقد نافذ وعطيته إلى شهده على الناس وستجلته مع الناس وقلت بالإيجاب فهذا أهلية الوجوب فالتاليم الولاد استفاد فالتاليم الولادة هي هذا العقد لأن الفكرة هي أن هذه المسكينة لا تستطيع تسلي ولكن كيف تدخلها للجواج؟ سوف تسفع لها هذا البلانته لأنه يريد أن يردها لك شيء للعقد لأن الجواج لا يوجد خسارة لأنه يوجد خسارة ويوجد خسارة بينما هذه ستغتاصب وما هي تغتاصب؟ ما هو الفكرة؟ لا يوجد خسارة أن تضع مرأة ويوجد خسارة لا يوجد خسارة لأن المرأة لا يوجد خسارة لا يوجد خسارة وما هي العقدة أو خمس أو ست سنين لا يوجد خسارة لأنه لا يوجد خسارة لأنه لم يوجد خسارة منفعة ومنفعة منفعة ومنفعة فبالتالي تعطيها أنت أرض أنت فهمت يا دابا شرحها لك مزيان منفعة ومنفعة إذا كانت فيها منفعة لا يدوزك القاضي باللحق مليكي شري أرض فيها منفعة الحصول على الأرض والآداء التي هي منفعة فبالتالي هذه ما تتعطيها لغيف سن ورشد المرأة أملكت زوج قبل سن للدخول على الزوج هذا عنده أهلية الوجوب يعني أي شيء التي تتعطيها فكلها استفادة بدون أي تكلفة مسمعتي يا أهلية هذا اللي في الشاط كان شي شي براعش في الشاط ما فهمينش أولاد الكلام ما بغينش يفهمه صرت اقتصاد الإسلام العلماني يا 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 صحيب والله كنت ناشط في هذا الستريم أعلم ماذا يا أنا أبدا 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 لغا 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 شكرا